تبخروا بالقسط الهندي مرة ومرتين في الأسبوع تبخروا بالقسط الهندي يكون بشكل قطع كامل يعني يكون صاحي ما يكون مسحوق بخروا في البيت وتبخروا فيه مرة ومرتين في الأسبوع انتاز جدا طبعا هو يعتبر من العشاب الهندية الحارة فشربه قد يكون لسيونة في الدم زيه زي الزنجبيل وزي الأشياء هذه لذلك اللي بيشرب يشرب بتقنير وعن طريق ناس يعرفون فيه من عندي أنا لا مرحبا طيب نبغى نقول لكم شيء عن الحلتيت عن الحلتيت وعن الملح كثير جدا صار في مغالطات وصار في الناس وفيه اختلاف في القصر وفي الجمع اختلاف في الصيام في القضاء كيف اختلاف في الصيام بيوم عرفها او لا اذا كان في قضاء اختلاف في اخراج الزكاة اختلاف في الأضاحي اختلاف في القصر ايام العشر في الضحاء في اختلاف في كل شيء سبحان الله العظيم الا الشيء البين الواضح الصريح اللي ما عليه خلاف ان يكون من الكتاب مباشرة اما مع ذلك فيحدث في اختلاف احيانا ما يبكل شيء ولكن يحدث خلاف طيب فما بالكم بالأبراض الروحية اكيد فيه خلاف وفيه اختلاف كثير جدا لكن اي راقي اطلع او شاف او حصل معه موقف والموقف هذا استفاد منه ففرصة انه يستفيد من هذا الموقف وينفع الناس فيه طبعا انتو تعرفون الحلتيت انه اللي يشرب منه انه ربما يكون لو لا سمح الله في شيء من السميات قد يؤثر لو لا سمح الله فلذلك انا انصحكم بامرين الامر الاول انه اذا كانوا تبخرون في البيت مرة واحدة في الشهر او لا لا تبخرون بالحلتيت الحلتيت لن رايحت وكريها جدا وهو مؤذي للشياطين بالفعل هو مؤذي لهم حتى بالاستنشاق وهم يتدوم فيه في عالمهم والله اعلم عن ذلك ولكن هذه المعلومات اللي حصلنا عليها انصدقوا وانكذبوا انما معلومات بالنسبة للحلتيت انه انا اذا كان عندي في البيت اماكن ابغرش عليها او اجلكم الله في دورات المياه او في مغاسل اليادي او في المطبخ او في كذا وانترشون الحل انه نجيب حلتيت ونجيب ملح خشن ونذوبه في الماء ثم تقرؤون عليها كل عذور رب الفلق نشري ما خلق وتنفذون عليها بالريك اصبح الان متجانس بالقرآن ولا يهان القرآن بهذا الامر ابدا ليه لان هذا ماء فقط يعني ما اخذنا ورقة من القرآن وهناها او دخلنا داخل دورات المياه وقرأنا القرآن من باب الايهانة لا هذا ماء عادي لا يورى بالعين المجردة ولا بالمكركسوب ما عرفت انطقة زي بعض اليوريك اليوريك اذا جي تطلبها في الصيدلية اخذ حين القرآن معي ورية ما اقدر اجيبها الحمد لله ستقول اليوريك او اليوريك او زيك اذا المهم ما علينا ميكروسكوب شكرا يا نادية ميكروسكوب الحمد لله طيب فلا يورى نعم نعم تحرجون يا جورج او جورو مدريش اسمج تحرجون قبل لا تدخلوا مثلا دورة المياه او في المطبخ او في الاماكن هذه تقولون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم بعد يوم تصبون الماء لانكم انتو الآن ذكرتوا الله صبوا الماء الممزوج مع الحالتيت مع قراءة قول اعوذوا رب الفلق وآية الكرسي كذلك ثم تصبون في جميع المسالك عندكم عشان لو لا سمح الله يكون في شيء بعض الناس يستخدم عندكم يجونكم في البيت ويصبون في الاماكن هذه من السحر لو لا سمح الله فلذلك احنا نذهب بهذا الامر او بترشون مثلا داخل البيت او بتمسحون بعض الاماكن يكون بهذا الامر لانه فعلا باذن الله نافع جدا ولكن ليس منهي للمشكلة اللي ينهي المشكلة تماما القرآن القرآن تبخروا بالقسط الهندي مرة ومرتين في الأسبوع تبخروا بالقسط الهندي يكون بشكل قطع كامل يعني يكون صاحي ما يكون مسحوق بخروا في البيت وتبخروا فيه مرة ومرتين في الأسبوع انتاز جدا طبعا هو يعتبر من العشاب الهندية الحارة فشربه قد يكون لا سمح الله يسويسيولا في الدم زي زي الزنجبين وزي الأشياء هذه لذلك اللي بيشرب بيشرب بتقنير وعن طريق ناس يعرفون فيه من عندي لا 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 طيب نبغى نقول لكم شيء عن الحلتيت عن الحلتيت وعن الملح كثير جدا صار في مغالطات وصار فيه اختلاف في القصر وفي الجمع اختلاف في الصيام في القضاء كيف اختلاف في الصيام بيوم عرفها او لا اذا كان في قضاء اختلاف في اخراجززكاة اختلاف في الاضاحي اختلاف في القص أيام العشر في الضحاء فيه اختلاف في كل شيء سبحان الله العظيم إلا الشيء البيّن الواضح الصريح اللي ما عليه خلاف أن يكون من الكتاب مباشرة أما مع ذلك فيحدث فيه اختلاف أحياناً ما يبكل شيء ولكن يحدث خلاف طيب فما بالكم بالأبراظ الروحية أكيد فيه خلاف وفيه اختلاف كثير جداً لكن أي راقي اطلع أو شاف أو حصل معه موقف والموقف هذا استفاد منه ففرصة أنه يستفيد من هذا الموقف وينفع الناس فيه طبعاً أنتم تعرفون الحلتيت أنه اللي يشرب منه أنه ربما يكون لو لا سمح الله في شيء من السميات قد يؤثر لو لا سمح الله فلذلك أنا أنصحكم بأمرين الأمر الأول أنه إذا كانوا تبخرون في البيت مرة واحدة في الشهر أو لا لا تبخرون بالحلتيت لن رايحوا تكريها جداً وهو مؤذي للشياطين بالفعل ومؤذي لهم حتى بالاستنشاق وهم يتدوم فيه في عالمهم والله أعلم عن ذلك ولكن هذه المعلومات اللي حصلنا عليها إن صدقوا وإن كذبوا إنما معلومات بالنسبة للحلتيت أنه أنا إذا كان عندي في البيت أماكن أبغرش عليها أو أجلكم الله في دورات المياه أو في مغاسل لايادي أو في المطبخ وانترشون الحل أنه نجيب حلتيت ونجيب ملح خشن ونذوبه في الماء ثم تقرؤون عليها كل عذو رب الفلق من شري ما خالكم تنفذون عليه بالريك أصبح الآن متجانس بالقرآن ولا يهاني القرآن بهذا الأمر أبدا ليه؟ لأن هذا ماء فقط يعني ما أخذنا ورقة من القرآن أو تخذنا داخل دورات المياه وقرأنا القرآن من باب الإهانة لا هذا ما عادي لا يورى بالعين المجردة ولا بالمكركسوب ما عرفت أنطقة زي بعض ال يوريك dr ميكروسكوب. شكرا يا نادية. ميكروسكوب. الحمد لله. طيب. فلا يورى. نعم. نعم تحرجون يا جورج. أو جورو. ما ديش اسمج. تحرجون. قبل أن تدخلوا مثلا دورة المياه أو في المطبخ أو في الأماكن هذه تقولون بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بعد يوم تصبون الماء. لأنكم الآن ذكرتم الله. صبوا الماء الممزوج مع الحالتيت. مع قراءة قراءة عذو رب الفلق. وآية الكرسي كذلك. ثم تصبون في جميع المسالك عندكم. عشان لو لا سمح الله يكون في شيء. بعض الناس يستخدم عندكم يجونكم في البيت. ويصبون في الأماكن هذه من السحر لو لا سمح الله. في لذلك نذهب بهذا النمر. أو بترشون مثلا داخل البيت أو تمسحون بعض الأماكن. يكون بهذا الأمر. لأنه فعلا بإذن الله نافع جدا. ولكن ليس منهي للمشكلة. اللي ينهي المشكلة تماما القرآن. القرآن.